بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف ألبت شوف الأفلاك والدنيا كلها حركة فإذا لا يوجد شخص ثابت في مكانه مكانك راوح لا يوجد إما أنك تتقدم أو تتأخر ومن لم يكن في تقدم فهو في تأخر ولا بد والله لم يذكر حالا ثالثة فمن أراد التقدم فليعمل ما يقربه إلى ربه ويدنيه منه ويقربه إلى دار كرامته ومن شاء أن يتأخر عما خلق له وعما يحب الله ويرضاه فليعمل بالمعاصي وتقرب إلى النار إذ لا منزلة بين الجنة والنار ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة فمن لم يتقدم إلى هذه الأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك الأعمال السيئة ففي كل وقت ولحظة تمر على العبد تقدمه إلى الله إذا عبده وتقربه منه فإذا اشتغل بغير الله تأخر عن ربه فإذا عرف العبد أنها ليست إلا أنفاس تتلاحق ودقائق تتسابق وأنه لو أحصى نصيبه منها لوجده ينقص كثيرا عن عمر بعض الطيور والزواحف والأشجار وجاء في حديث البراء لما يأتي الميت عمله الصالح في صورة حسنة يقول له أبشر بكرامة من الله ونعيم مقيم فيقول وأنت فبشرك الله بخير من أنت فيقول أنا عملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فاجزاك الله خيرا والآخر يأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم فيقول وأنت بشرك الله بالشر من أنت فيقول أنا عملك الخبيث كنت بطيئا في طاعة الله كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرًا والحديث رواه أحمد وصحى حول ألبان وهذه دار سباق وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت فأنت الذي تختار وعليك اتبعه اشتركوا في القناة